كمأوى مؤقت كان هذا المكان بالنسبة لهذه الأسر لكنه الآن وبعد أن طالت إقامتهم فيه بات كل ما هو متاح بالنسبة لهم خمسون أسرة نازحة من محافظة الحديدة يسكنون مبنى حكوميا يفتقر لأدنى مقومات الحياة في عدن وبالتحديد في مبنى ومستودع معهد فقم التدريبي بمديرية البريقة يقتسم النازحون المكاتب والممرات ويحولونها لما يشبه المنزل يزيد من صعوبة وضعهم عدم خدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية بعد أن تركوا خلفهم كل ما يملكون وحنا ما فررنا هنا من الحرب أواشين عشان أطفال لحنا ثاني جديد بأن هناك لا مدارس لا تعليم لا صحة القهل يعني القهل عام البطالة عمان كل واحد ينهب ويقتلوا هون أواشوا هون يشلحوا شلحوا البيوت الآن الموجودة كامل أجبرتهم حرب ميليشيا الحوثي على ترك منازلهم وما زالت الحرب ذاتها تحول بينهم وبينها ورغم الاتفاقات لا أمل قريب بالعودة كما يقولون وما زالت مزارعنا إلى اليوم مزارع التحيطة ومزارع الجاه ملبدة ومزرؤة بالألغام والعبوات الناسبة كيف يعود المواطن إلى هذه الأرض وما زالت لا نشعر بالأمان وما زالت الاختراقات من قبل ميليشيا الحوثي إلى يومنا هذا قائمة على القرى والمدن والأرياف والصواريخ كاتوشة والمسمى القضائف الهون بصراحة ما أعتقدش لأنه يعني يحصل خرق خرق للهنة كلما هزانت الأمور وتوقعنا الطفاءة بالخير والسلام يحصل شيء جديد مفاجئ مش متوقعنا قرابة الخمسمائة أسرة أخرى نازحة أيضا وموزعة في مناطق مختلفة بمديرية البريقة فضلا عمنهم في محافظات أخرى ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة فإن نصف مليون شخص نزحوا من محافظة الحديدة فقط منذ يونيو الماضي من بين أكثر من مليوني شخص نزحين حاليا في جميع أنحاء البلاد وجميعهم يعيشون نفس الأوضاع السابع ويحملون ذات الرجاء فمتى سيعودهم؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر